يبعثولي ناس احيانا اه يقولولي ايه فلان ده اقل من انك ترد عليه فلان ده لا يستحق الرد فلان ده انتم من دينه اكتر من حقه فلان فقريتلك تويته كده عاي انكوش فيها بص انا 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 برضو نفس الحكاية يا جماعة ناس كتيرة فلان الفلاني وسرت وده كان هلاس وده كان مياس وده كان معرفش ايه ليه تشغلوا بالكم بيه ليه الرد عليه لقيت انا الحكاية دي متكررة كتير مع كل رد على اي حد دايما وابدا ده كلام حق ورد بيه بطل بالزبط لا اه البرنامج اكبر والقناة اكبر وانتو اكبر على عيننا وراسنا شكرا بس احنا بعد خمسمية انا عمدت اقول الرقم في بداية الحلقة لانه المفروض منهجية البرنامج سبتت عند كل الناس احنا معنيين بما يقال مش بمين اللي قال لانه اللي عرفك انه فلان الفلاني ده اترسمت له صورة ذهنية معينة اللي وصل لك انه كذاب اللي وصل لك انه اللي بيقوله على الاهل كذب اللي وصل لك انه الكلام ده كله مجوش اساس من الصح لو احنا سكتنا على الباطل هيظن الاخرون انه حقيقة اجزب اجزب وظل وحافظ على كذبك حتى وصدقك الناس طيب في اجيال جديدة في اجيال جديدة مع اصرتش فترات اللي عيبة الكوبردول او مع اصرتش الفترات اللي فيها الكلام السكوت عنها مين اللي حيوصل للاجيال الجديدة حقيقة الكلام السكوت عنها هيدي فرصة للناس اللي مع اصرتش واللي ما عايشتش واللي ما عارفتش ان تصدق الكلام ولما الكلام يمس القيمة وانا هنا اقصد قيمة النادي الاهلي لأ وجب الرد والتوضيع صحيح ان احنا بنحافظ على باشواندس منهجية البرنامج في جزئية لغة البرنامج اخلاقيات القناة التزامات النادي الاهلي وقيمته دي سوابة لا تفكير ابدا في الاقترب منها او المساس بيها لكن في المقابل في حقائق لازم ان تظهر وفيه كلام لازم ان يترد عليه وفيه ناس لازم ان توقف عند حدها فيما يتعلق بقيمة النادي الاهلي وتاريخه اللي بيشوى التاريخ يشوى البطولات تشوى القيمة الاخلاقية تشوى وتمس اتقال لك الاهلي كالني لحم ورمان عبد الاهلي لما عرف ان انا مصاب رمان ومرضيش يرجعني الاهل انا تعورت فمشان ورمان ومرضيش معرفش كلام كتير جدا يامس القيمة القيمة الاخلاقية فازاي تسكت عليها للاجيال الجديدة ما لكش يدعو مين اللي قالها بقى بس ما لكش يدعو بين اللي قال خصوصا دولاتي في عالم السوشيال ميديا استاذ ابراهيم ما نقدرش نتغاضى عن تزييف الحقائق او التجاوز في حق انت اشرتلي روحتانا كاتب التويتر دي اتباسأل الناس ايوا يا جماعة هو ايهما افضل او تفضلوا ايه في ملك وكتابه ايوا هل نهتم بالرد على الناس وتوضيح الحقائق وانقاذ الصورة للاجيال الجديدة بالذات ولا وجهة نظر تانية الزبط الاجيال الجديدة ديه طبعا هنوقف عن ده بعد شوي ولا ان احنا نترفع ونمارس نوع من الترفع عن هذا الصغير وهؤلاء الصغار وما نتعرضش لده خالص وليكن ما يكون باعتبار ان القيمة لا تسمح بان احنا ننزل لهذا المستوى لقيت انا في ساعات قليلة في حوالي اكتر من تمن تلاف لايك والاف الناس شافت التويتر وكمية ريتويتس عليها عالي جدا في التعليق بس الحقيقة لقيت اكتر من خمسة وتسعين في المية لازم الرد لازم الرد حتى من الكبار يعني ما تشوف حد كبير في السن يقولك لأ احنا فعلا الاجيال الجديدة لانه فيه كلام كتير بيتسكت عليه الناس بتصدقوا وفيه حقيقة كتير بتتوه فكان لازم ان احنا كواس ان انت فكرتني في الاشارة للنقطة دية ملهجيا لأ ما ينفعش السكوت بس كمان مش هينفع الابتزال ومش هينفع باي حد من الاحواب ان يبقى فيه اسفاف ابدا نقشنا على لغاتنا بقى انما كلمنا نقشنا على مستوى اللغة كلمنا على مستوى الالتزام بالضوابط والقيم الاسلوكية والاخلاقية نقشنا في سلامة المنطق المصدقية نقشنا في في المصدقية وفي ما يتم الاستناد اليه منطقيا او نقليا يأما نقلا بي اي مستند مكتوب او اي فيديو او السند العقلي في الحجة المنطقية في ما يرد بيه هو ده اللي انت تحسبنا عليه وهو ده اللي احنا بنالتازم بيه تعارفو استاذ ابراهيم انا انا يعني لما انت نشرت هذا الكلام قعدت افكر برضو اعتبرت نفسي واحد مجمور مرد ولا منردش ام فتصورت حاجة عشان ابصتها عالناس يعني فيلم شئ من الخوف ام كان في الوحش الجبار عتريس ايو المهاب جدا الجبار جدا الباطش جدا وكانوا يساعدو البعض من الاقل يعني سطوة وقيمة احدهم من كتر ما جبروت اه عطريس عليه بقى مش على الناس الغريبة ها جالوا نوع من لا اتحكوش عليا انا عطريس انا عطريس فضل يردد هذا لحد ما صارت عليه اه زهني طيب انا ما هيمنش هو ها دلوقتي هو يقول انا عطريس دحقه يصدق بعدشوه ان هو عطريس هو حر لكن اه بتخيل لو انت داخل السينما متاخر ها ودخلت عند المشهد ده هتخرج منه فاهم ان ده عطريس بالزبط فلما جيلك حد يقولك لا اه اصلا انت كنت محضرتش الواقع الاصلي صحيح ده عطريس اهو تلاقي واحد بقى ركب الحصان جبار حاجة تانية عطريس اخر فانت مش بتناقش اللي بيقول انت بتناقش القضية هو ده مش عطريس ايه عطريس حد تاني بصرف النظر انه يقول انا عطريس وهذا دون التعرض لاحد ودون اسقاط على الفكر انا بحاول ابسط اه الموضوع عشان ان احنا يعني نقول ليه بالرد لان انت انت لو خدت اي شيء من صياقه ويوصل لك نتائج غير حقيقية صحيح فاحنا ما نقدرش نسيب الامور اللي خارجة من صياقها وطالما ان عندنا الوسائل الموثقة والحجة والبرهان لازم حراض صحيح